السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم نكمل في موضوعنا اللي هو البرمجة كنا في المحاضرة الأخيرة بدأنا في شبطة 9 طبعا شبطة 9 تحدث عن الوبجيكت والانترى البروغرامنج وعن الكلاسز ان شاء الله اليوم نكمل في نفس الموضوع لكن قبل ما أبدأ حبس أعمل نوع من التذكير لطريقة البرمجة اللي احنا استخدمناها من بداية الفصل اللي هي قريبة إلى موضوع الروسيجرة البروغرامنج انه المسألة كنا بعد ما نقرأها ونفهمها اللي هو نقسمها لمجموعة بعدين نحل كل عن طريق بعد ذلك طبعا نستدعي المثود هذي من خلال اللي هو المين المثود اللي عندي في الكلاس. في لما كنا نستخدم البورمج بالطريقة هذي كنا طبعا نركز اكتر شيء على المثود نفسها كيف تعمل الحل في حذ ذاته وكنا نخزن طبعا الداتا في مجموعة متغيرات وفي نفس الوقت كانت المثود والداتا ما لهم مش علاقة في بعض يعني مثلا لو اخدنا احنا مثال على الموضوع هذا لو قلنا احنا عايزين نعمل برنامج هذا البرنامج بحسب لي مساحة الدائرة وبحسب لي اللي هو محيط الدائرة فمباشرة احنا بطريقة تفكيرنا اللي اخدناها هنقول انه بلزمني في هذا البرنامج ان انا ابني مثود المثود الاولى بتحسب لي المساحة والمثود التانية بتحسب لي اللي هو المحيط وبعد ذلك انا ممكن ان انا استدعي تو مثود هدول من خلال هو المين مثود طبعا لو لاحظنا احنا هنا في تقسيمنا للمشكلة وفاهمنا كنا نركز بشكل اكبر على الفونكشنز او على البوستجرز اللي انا بدي اعملها عشان انا احل البرنامج لكن في مفهوم الابجيكت دي انتيت البروغرامنج الموضوع هذا بيختلف شوية من ناحية التفكير بحيث ان انا لما اطرح نفس المشكلة انا عايز اعمل برنامج البرنامج هذا بيوجد لي اللي هو مساحة دائرة محيط دائرة انا بصير بفكر في البرنامج هذا كيف ممكن انا امثله عن طريق اللي هو الابجيكت او كيانات ممكن نسميها هاي الابجيكت في الحالة هادي انا اه الموجود عندي هي عبارة عن الدائرة يعني انا المسألة لما بدقائها بدي اشوف ايش العناصر الموجودة فيها طبعا هنا العنصر الاساسي الموجود في المسألة هادي هي عبارة عن الدائرة فبدي ابدأ افكر ايش الدائرة فيه لميزات او ايش فيه لها خصائص اللي هي المرمج ذكرناه قلنا ممكن تكون بعضو باستحت اسم الاتربيوتس فاحنا بنعرف ان الدائرة عادة تميز بنصف القطر يعني نصف القطر هو اللي بميز دائرة عن دائرة فبعرف مباشرة انه العنصر الاساسي في داخل اللي هو الابجيكت تبعي هيكون هو عبارة عن اللي هو نصف القطر فاحنا بعرفه بعد ذلك باجي بقول ايش الاكشنز او ايش البيهيفير او الدائرة نفسه ايش ممكن اعمل عليها فانكشنز فهذا الامر اه ممكن مثلا نعمل اللي هو عمية ايجاد المساحة او ممكن انا اوجد المحيط فانا بعرف two methods اللي هي الاولى بتعرف توجد للمساحة والتانية بتوجد لي اللي هو المحيط لكن طريقة التعريف هنا هتكون من ضمن اللي هو بمثل الكينونة المتكاملة تعطي اللي هي الدائرة لذلك في الحالة هذه اصبحت المثود ما هيش شغلة مفاصلة عن الكلاس تبعي او ما هيش ايضا شغلة مفاصلة عن الوبجيكت لانه فى الحالة انا فقط بس بقدر استدعي المثود هذا دي من خلال الكلاس تبعي او من خلال هي الوبجيكت اللي بعملها من الكلاس الموجود عندي واصبحت ايضا وهو الداتا اللي عبارة عن الريدياس والمثود كلها مشمولة من ضمن كيان واحد سميناه الكلاص إذن هاي تقريبا شغلة مبسطة كيف أنا ممكن أتعامل مع الوبجيكت وينتدو بوغراميك فبشكل مختصر أنا ببدأ أفكر في العناصر أو في خيرنا أقول لك في مجموعة الوبجيكت اللي بيتكون منها البرنامج تبعي طبعا احنا ذكرنا الوبجيكت ممكن يكون أي شغلة ممكن يكون دائرة ممكن يكون طاولة ممكن يكون كرسي ممكن يكون طالب ممكن يكون جامعة أي شيء ممكن يعبر عن الوبجيكت يعني الوبجيكت هو عبارة عن شيء يمثل من العالم الحقيقي حتى ممكن يكون طبعا عندنا كمبيوتر عساس نفهم الفكرة دي بشكل أفضل خلينا ناخد اللي هو المثال اللي عمامنا هاي عندي أنا المثال طبعا المثال هذا هيعرفني كيف ممكن أنا أعرف الكلاس وكيف من نكون أوجد الوبجيكت من خلاله فهنا نتكلم عن التلفزيون اللي هو التيفي التيفي ممكن نتعامل معه هو عبارة عن اوبجيكت طبعا هذا الوبجيكت بيحتوي على مجموعة أمور بتعرفه اللي هي خلينا نقول مثلا اللي هي القناة اللي بتكون مفتوحة الصوت قديش اللي هو قوته أيضا اللي هو هل هو التلفزيون مفتوح أو مسكة إذن هاي تلات ممكن نسميها وتلات خصائص بمتاز فيها التلفزيون في حد ذاته طيب لو تكلمنا عن البيهيفي او السلوك اللي بدنا ممكن نفته على التلفزيون بشكل طبعا ممكن نفتح التلفزيون ممكن نسكر التلفزيون ممكن أنا أعلي الصوت ممكن أنا أوط الصوت ممكن أنا أغير القناة فهي تمثل عبارة عن البيهيفي او السلوك اللي احنا ممكن نتعامل فيه مع التلفزيون او تمثل مجموعة الفونكشنز او الميثودز اللي احنا ممكن نستخدمها اللي هو الديزاين للتلفزيون اذا بناء على هذا الأساس أنا ممكن أبني كلاس اللي كلاس هذا نسميه تيفي وبعد هنا نحط العناصر المطلوبة فزي ما احنا شايفين هنا الدياقرام بمثل الأمر هذا فهنا عندي أنا اسم اللي كلاس تيفي زي ما احنا شايفين فيه هنا هنا الاتريبيوتز يعني كيف وضع التلفزيون الآن فممكن اقول لهم تلفزيون مفتوح مثلا على قناة رقم سبعة نفترض ومستوى الصوت فيه مثلا عشرة او مستوى الصوت فيه حسب لهم مستويات الصوت الممكن نعرفها ايضا هنا عرفنا الفونكشنز او الميثودز اللي بتكون من ضمن اللي هو الكينونة تاعت التلفزيون اللي حتكون هي عبارة عن الكلاس فعندي هنا الكونستركتور عندي هنا تين اون يعني كأنه انا عايز افتح التلفزيون تين اوف كأنه عايز اطفل التلفزيون هنا ست فوليوم انا بحدد اللي هو القوة اللي هو الصوت عفوا ست تشانيل بحدد اللي هو المستوى الاوئية قناة انا عايز اتعمل محا بشكل مباشر فيه هنا ست فوليوم بحدد اللي هو مستوى الصوت اللي انا بدي اياه هنا تشانيل اوب عملية تغيير تشانيل لكن بمقدار زيادة بمقدار واحد وهذا طبعا احنا ممكن من ماسو من خلال التعامل مع التلفزيون لكن انت ممكن تنتقل من قناة لقناة بزيادة واحد اللي هو انكلمات مقدار واحد ونفس الفكرة بالنسبة لنا ننزلها يعني نقص من القناة قيمتها واحد ونفس الفكرة تطبق على الصوت ففي عندي volume up و volume down اذا هذه مجموعة الفانكشنز اللي احنا ممكن نعملها على التلفزيون وهي اللي هي التلات عناصر الاساسية اللي بتكون هي عبادة عن مكونات للتلفزيون عندي هنا فيه اشارة بدنا نبه عليه يعني انتبه لاشارة الزائد هنا في عنا اشارة زائد زي ما انتم شايفينها اشارة الزائد لما تكون موجودة في الوامة الدياقرام تعني انه العنصر او المنبر خلينا نقول اللي هو العضو في داخل الكلاص هيكون عبارة عن public يعني هي تمثل هي public modify يعني الان لما دا اكتب الكونستركتور حعرف الكونستركتور كببليك لما اجعرف الميثود هذه الموجودة عندي او الفانكشنز الموجودة هذه عندي حعرفها على اساس انها تعتبر عندي اللي هو public لانه شرط الزائد هيتمثل اللي هو public modifier خلينا نشوف كيف ممكن نعمل الامر هذا عن طيق اللي هو البرمجة هيا انا بنيت الكلاص طبعا الكلاص بنيته كببليك سميته tv عرفت اللي هو channel كانتجر وعطيتها قيمة واحد كdefault وعرفت اللي هو volume level برضو كانتجر وعطيته قيمة default واحد عرفت اللي هي on هل انه تلفزيون مطفي او مشغال يعني طبعا بوليان هنا افطاط هنا force يعني التلفزيون في البداية بكون عندي ايه مطفي الان بديت بعد ذلك ان انا اعرف في اللي هو الفانكشنز او الميثودس الموجودة عندي فزي ما احنا شايفين هنا استخدمت public لانقولنا احنا الكونستركتور في عنده اشارة زائد احنا عملناها فعرفناها كببليك tv لاحظوا مرة انا بركز انه الكونستركتور مالوش return type عنا هنا public void turn on طبعا هنا اللي هي الميثود الاولى حطينا ال on ده تساوي true يعني هنا الحالة تعتوه صارت كانه مفتوح تلفزيون او شغال طبعا من خلال الميثود turn on في عنا turn off منها العملية عكسية يعني الان حتصير تساوي اللي هي false اللي هي ال state اللي بتحدد انه هالتلفزيون شغال او مطفي بعد ذلك اللي هو set channel برضو عرفناها كببليك وهنا كارجومنت او كبراميتر هتاخد اللي هو new channel طبعا هنا new channel لازم اخزنها في قيمة channel تاعت اللي هو ال object او تاعت التلفزيون نفسه فهنا عملية فحص هالتشانل من ضمن اللي هو range المطلوب فطبعا هنا if on اتاكد ان التلفزيون مفتوح لانه المفروض القناة تغير لما يكون التلفزيون مفتوح فاذا كانت ال on قيمتها 2 يعني التلفزيون مفتوح ان طبعا التشانل اكبر او يساوي واحد او اقل او يساوي 120 فحنعمل setting للقيمة تاعت التشانل الجديدة نفس الفكرة بالنسبة لموضوع اللي هو الفوليوم هنا الفوليوم برضو محصول ما بين القيمة واحد وسبعة وهنا طبعا بتم التغيير اذا كانت تلفزيون برضو يعتبر on اذا هاي الميثود الاساسية تكلمنا عنها نكمل بقية الميثود زي ما احنا شايفين اللي هو التشانل اب بتعمل زيادة لتشانل مقدار واحد وتشانل داون بتعمل اللي هو عمي التنقيس لتشانل مقدار واحد هنا موضوع برضو الفوليوم اب بتخلي الصوت يعله بمقدار واحد او فوليوم داون بتخلي الصوت يوطى مقدار واحد اذا هيك بتكون اكتملت اللي هو بناء الكلاس تابعنا اللي هو التاعة التلفزيون ممكن الان بعدك نستخدم الكلاس لانه هو عبارة عن data type اصبح في الحالة هادي او بمثل data type انا ممكن ان استخدمه من خلال اي برنامج بحيث ان انا استدعي لكلاس هذا الموجود عندي فعسب المثال في عندي هنا انا بنيت برنامج اسمه test tv من داخل المين مثود زي ما احنا شايفين انا عرفت اللي هو tv1 عبارة عن reference variable اللي هو من tv class وهنا عملت creation لالوبجيكت بعد ذلك اصبح عندي الوبجيكت موجود ممكن انا استخدم المثود هنا تان اون كاين انا شغلته وهنا عملت عملت سيتنج للقناة 30 وهنا عملت سيت للفوليوم 3 نفس الفكرة بعضه هنا عملت tv2 كوبجيكت تاني او تلفزيون تاني ممكن يكون عندنا عملت له بعضه التان اون بعدين channel up زدتها بنقضاء واحد بعدين channel up زدتها بنقضاء واحد بعد ذلك اللي هو volume up هنا عملت عملية الطباعة اللي هو القيم اللي عليه او status تاعت التلفزيون الاول فحيكون تلفزيون الاول قيمة للتشانيل تاعته حتطلع عندي المفروض اللي هي 30 والفوليوم حيكون عبارة عن 3 فحيضين الاوتبوت بالشكل هاته tvs channel is 30 and volume level is 3 نفس الفكرة بالنسبة للتاني فحيضين الاوتبوت عن طريق اللي هو التشغيل البرنامج اعمله ران زي ما انتوا شايفين هاي الاوتبوت اللي عنا اللي احنا شفنا طيب نتكلم الان عن الكونستاكتورز بتفصيل اكتر احنا قلنا الكونستاكتورز يعتبر عبارة عن نوع خاص من الميثود بتستدعى لما نعمل construction الوبجكت يعني او من نعمل creation الوبجكت الكونستاكتور كميثود تستدعى تلقائيا يعني الكمبيلر يستدعيها بشكل تلقائي او اول ما اننا نعمل هو او نعمل construction الوبجكت الكونستاكتورز زي ما ذكرنا لازم يكون لها نفس اسم لكلاس الكونستاكتور لازم يكون له نفس اسم لكلاس الشغلة الثانية الكونستاكتور ما بعملوش ريتين طايب يعني حتى فويد يعني احنا عادة الميثود لما بدناش اياتر جعلنا شغلة او تعملنا ريتين بده اجتماع ريتين لأي value ونحطها فويد لكن بالنسبة الكونستاكتور لا ممنوع نحط حتى فويد معها عادة الكونستاكتور بكون مع نو باراميترز يعني ما فيش داتا بتدي تجيله اللي هو الهدى التبعه ونسميه هو no argument constructor زي الكونستاكتور تاعة التلفزيون اللي تاوشوفناه كان يعتبر no argument constructor الكونستاكتورز تستدعى لما نستخدم اللي نيو او بريتا لانا بدي عمل في الحالة هذي عملية creation او construction للأوبجيكت باستخدام اللي نيو ففي الحالة هذي انا حاجد الوبجيكت فحيستدعى الكونستاكتور بينفذ الكونستاكتورز عادة تم تستخدم نعمل הכlмиxtمLife와ики و الإفكالاتsa entonces ذاته ممكن يحتوي على أكثر من لأننا قلنا الكونستركتور يعني عبارة minutes القاعدة ال matthew الممكن نعملها overloading أو نعمل الkeyoverloading طبعا في الحالة هذه كل 人 الـ 뭐 مختلفة عن التاني. فهي مثال عنا على موضوع الكونستركتور. هذا يعتبر اللي هو نو ارغومنت كونستركتور زي ما احنا شايفين. ما فيش عندي هنا اي داتة في داخل الاقواس هذه. وايضا يعتبر ايضا امتي كونستركتور. في عندي اللي هو الكونستركتور التاني هذا. اه بياخد طبعا اه كباراميتر اللي هي النيو رادياس. وبعد ما يعملها على الصائمة الها. هذا كونستركتور هذا كونستركتور. الان عدس اللي هو اه لو انا بدي اوجد اوبجيكت بستخدم اللي هو النيو مع اللي هو الكلاس نهم مع اسم الكلاس. ففي الحالة هادي انا اعملت اه مثلا اه نيو سيركل. طبعا في الحالة هادي بدأ ما انا قلت سيركل بدون اي باراميتر ما تحت استدعى اللي هو الكونستركتور هذا في الحالة هادي. وهي نجد اوبجيكت جديد. اه وحياخد اللي هي الفاليو اه وان اللي كانت موجودة من خلال في تعيفنا الكلاس المحاضرة السابقة. هنا نيو سيركل فايف. زي ما احنا شايفين هنا نعمل بعض اوبجيكت جديد. ولكن منعطي قيمة الريدياس في الحالة هادي اللي هو خمسة. ففي هذه الحالة هذا الكونستركتور اللي هيستدعى. اذا بتم التمييز اي كونستركتور هيستدعى عن طريق اللي هو البراميتر ليست الموجودة عندي. طبعا الكونستركتور زي ما احنا شايفين بيمثل جزء مهم من البرنامج او من بنية الكلاس. ودائما لازم اي كلاس لازم يكون له كونستركتور. طيب الان لو افترضنا ان انا بنيت كلاس وما وضعتش كونستركتور له يعني في الحالة هادي الكمبيل لنفسه بيبني كونستركتور تلقائي من سميل هو الديفولت كونستركتور. هدا كونستركتور بيكون عبارة عن نو ارجومنت كونستركتور بيكون امتي يعني ما بكونش فيه الوباضي بيكون فاضي. ما فيش في اي شغلة. لكن لازم يكون في عنا كونستركتور. يعني اولا واخيرا لازم يكون في عندي مثود من الميثود الموجودة عندي في داخل الكلاس. هادي الميثود تكون لها نفس الاسم تبع الكلاس. هتكون عبارة عن كونستركتور. فانت لو ما عملتهاش بشكل مباشر. الكمبيلر او البرنامج حيوجد اللي هو كونستركتور تلقائي. لكن هذا كونستركتور بتكون لهش الوظيفة واضحة. لانه بيكون عارة اللي هو ما لهش باراميتر في نفسه او نو ارجومنت كونستركتور في نفس الوقت بيكون عبارة عن امتي. اذا ديس كونستركتور. كونستركتور is called a default كونستركتور. is provided automatically only. ها. only if. no كونستركتور are explicitly defined in the class. يعني لما ما ما يكونش عندي فيه تعريف لأي كونستركتور. فبتم عميتي اللي هو الانشاء هذا الكونستركتور. طيب الان ما بدنا نحن نعمل عميتي declaration الى object معين. بنستخدم اللي هو اه نفس فكرة الفكرة اللي استخدمناها مع اللي هو الارAY. اللي انا بتعامل مع object ففي الحالة هذا انا بعرف reference variable فانا ممكن نستخدم اسم اللي class. اللي class name مع اللي هو الوبجيكت reference variable اللي هو اسم المتغير عندنا. اقولنا نفس الفكرة الاولين اخذناها لكن في الحالة هذه العرص بتعامل مع object احنا بنسميه اللي هو reference variable. يعني هنا المثال الموجودة عندي هنا سيركل في عندي كلاس اسمه سيركل عرفت myCircle1 و myCircle2 يعتبره في براغم الوى twoReferenceVariable في حالة هذه انا عملت فقط declaration ل twoReferenceVariable انا ما اوجدتش ال twoObjects يعني في الحالة هذه مش هيقوم الكونستركتور مش هيستدعى عندي متى ممكن يستدعى الكونستركتور لما اعمل عن كرياش الى الوبجيك طبعا بعملها عن طريق استخدام اللي هو ال newOperator فالان لما اقول انه referenceVariable myCircle1 يساوي newCircle هنا حيستدعى طبعا الكونستركتور الاولاني وهنا بيوجد الوبجيك اصبح الان في عندي عملية اللي هو عملنا اللي هو declaration للReferenceVariable وهنا عملنا عملية اللي هو creation لله هو الوبجيك عن طريق اللي هو ال new والادرس او العنوان تاعت الوبجيك اللي موجودة في داخل الميموري بتتخزن في myCircle1 نفس الفكرة بالنسبة ل myCircle2 ولكن هيستدعى اللي هو الكونستركتور التاني اللي هو بياخد اللي هي ال input parameter اللي هي الخمسة بالحالة هذي طب ممكن نعمل العملية هذي اللي عملنا اللي عملية اللي عملية اللي عملية اللي عملية اللي كرياشن في نفس الجملة او في نفس اللي عملية اللي عملية اللي عملية اللي هو كرياشن او عملية حجز مساحة في داخل اللي هو الهيب في الميموري وبتخزن اللي هو بعد ما تتم العملية العنوان تبع الوبجيك اللي نوجد بيتخزن في اللي هو myCircle1 وهنا طبعا نفس الفكرة عادة اللي هو data field اللي في داخل اللي class والميثود عادة من سميهم members يعني عادة من سموهم الميمور تعون لclass فكيف ممكن نصل للميمور تعون لclass هذول ممكن نصلهم عن طيق اللي هو الدوت اللي في الحالة دي من سميه احنا اللي هو access operator فعادة العساس يعني بيتصل لداتا معينة في داخل اللي هو اللي هو اللي هو أو من خلال في داخل الوبجيك فانا بستخدم اللي هو اسم الوبجيك dot اللي هو مثلا الداتا اللي اعايزها وبنسبة الميثود نفس الفكرة بستخدم اللي هو اسم الوبجيك dot اللي هو مثلا الميثود مثلا get area اذا كنت انا بدي فهذا الشكل العام برضو اللي هو الميثود طبع هذا في argument لازم يضع اللي هو الارغومنت عند عملية اللي هو الصدع طيب هنا ناخد عملية tracing نشوف كيف بتصير العملية بالتفصيل اكثر يعني زي ما احنا شايفين فيه عندي هنا افراد فيه عندي class اسمه circle الان انا عرفت اللي هو reference variable فهي في البداية هيتنفر في الاول بتعرف لي my circle عبارة عن reference variable وما بكونش فيه قيمة الخطوة اللي بعد هيك مع creation مع new constructor بياخد القيمة اللي هي خمسة بعد ذلك هذا الان اصبع موجود في داخل memory الابجيكت العنوان بتخزن في اللي هو my circle فبصير هذه عبارة عن reference الو فازم احنا شايف هذا عبارة عن reference value الو الابجيكت الاول فانا ممكن اتعامل مع الابجيكت اذا هذا عن طيق اللي هو reference my circle الخطوة اللي بعديها نفس الشغلة انا الان اوجات اللي هو circle عبارة عن reference variable من نوعية اللي هو circle الnew بتعمل creation او بتعمل construction ل object جديد فهذه الحالة طبعا بس هياخد قيمة الراديس بتساوي واحد لانو هيستدعي اللي هو constructor without argument زي احنا شايفين فبص قيمة اللي هو الراديس واحد والبعض بعد ما يعمل الادرس تبع اللي هو الابجيكت هذا بتتخزن في اللي هو your circle reference variable فبصيل هيتمثل عبارة عن كأنها وسيلة للوصول للأبجيكت الموجود لنا هاي مثال النقطة التالتة هاي لو حبيتنا نعمل access لا اي منبر زي ما انتم شايفين احنا استخدمنا اللي هو dot هاي مثلا الابجيكت عندي اللي هو your circle موجود dot radius فمعدنا بتكلم الان عن radius اللي هو في الابجيكت التاني هنا انا خليت قيمته بتساوي طبعا 100 فهيك احنا ممكن نصل ل اللي هو الممبر الموجودين في الكلاص او التابعين للأبجيكت اللي انا بتعامل معه في بعض الامور خلينا نتبع لها احنا لما استخدمنا math class اذا فاكدين خلال شبط نفسه ونستدعي اللي هو الميثود مثلا math ضد power مثلا هادي كان توجد لي اللي هو ثلاثة للأس 2.5 لاحظوا هنا كنا نستخدم احنا اسم اللي class نفسه في استدعاء الميثود طبعا هذا الامر بنفع اللي هو circle اللي عملنا طبعا هذا الامر بنفعش ليش لانه math class الميثود الموجودة فيه زي معرفة كستاتيك ميثود لما تكون معرفة كستاتيك ميثود غالبا او غالبا انا بستدعيها من خلال هو اسم اللي class لكن اذا كانت الميثود نون استاتيك فانا لازم استدعيها من خلال هو object يعني لازم يكون عندي object بستدعي من خلال ها اذا هنا زي ما احنا شايفين all the methods to find the math class تعتبر عندي static طبعا الget area اللي في الحالة هذه تعتبر من static فاذا بدأ استدعيها انا لازم استدعيها من خلال object فهنا ممكن استدعيها من خلال هو object my circle بعد ما كنا انا هرفته اذا my circle ضد get area هذه تعتبر عندي صحيحة بس لو قلت له circle ضد get area طبعا هذا الاستدعاء مش صحيح خاطئ اذا نعرف المعلومة هذه انه في حالك ما يكون عندي انا static method ممكن استدعيها عن من خلال اسم class نفسه لكن non static method لازم استدعيها من خلال هو object بالنسبة له الهو reference data field احنا ما بنينا class قلنا فيه عنا attributes اللي بتكون موجودة فيه طبعا ممكن تكون من primitive data type ايضا ممكن تكون هي عبارة عن classes يعني مثلا عندي هنا هنا عرفت class اسمه student استخدمت انا الfield الاول عندي اللي هو اسم name عرفته كنوع من string اذا هذا بعض reference variable ل string وعرفت فيه بعض primitive data type تعتبر integer essence major تعتبر boolean gender character اكتر اذا ممكن انا اعرف data field نفسها اذا انا عملت التعريف هذا ما عملتش initialized value هنا بس في عندي هنا تلقائيا default values بالنسبة للobject بشكل عام default value بتكون عبارة عن null يعني الان name هذي هتحتوي فيها اللي هو null value اللي primitive data type الرقمية اللي هي الاعداد زي الانتجار ال double ل float هتاخد قيمة بشكل تلقائي هذي القيمة بتكون عبارة عن zero بالنسبة للبوليان هتاخد قيم اللي هي false بالنسبة للكاركتر بتاخد اللي هي قيمة اللي هو الكاركتر الاولان اللي هو بمثل بالشكل هذا زي ما تشعفين في اليوني code اللي هو ال 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 مع اني مشمعت بتاخد او تتعبى فيها اللي هي بالنسبة لل ال ال القيم الرقمية او العادية بتاخد 0 القيم بتاعت اللي هي البوليان بتاخد false الكاركتر بياخد اللي هو عبارة عن القيمة بتاعت الكاركتر الاولاني بالنسبة لل نتذكر انه عبارة عن قيمة خاصة في الجافا وهي تعتبر literal زي زي true وال false هنا لو حاولنا نطبق الامر هذا من خلال اللي هو البرنامج اللي عندنا هنا زي ما احنا شايفين هاي في داخل المين انا عندي عرفت object من خلال reference variable student من نوع student هنا اوجدت الobject باستخدام new طبعا هنا لو حاولت ان انا احصل على data او اطبع data fields الموجودة عنا اللي هي name والage وال science major والجندر هلاحظون القيم هتطلع عندي بالشكل هرنا بالنسبة ال name هيكون null بالنسبة الage هيكون 0 is major science هيكون false والجندر هيكون عبارة عن 00 اللي يمثل هو ال character الاول فاذا احنا احنا محطناش data اخذت default values نسميها وهذا طبعا بيحصل فقط في data field ما بيحصل مع اللو local variables فمثلا هنا موضوع اللو هو local variables لو انت استخدمت البرنامج بالشكل هذا integer x string y لحظوا هنا x وال y عبارة عن local variables في داخل اللو main method يعني مهم ما اعتبر data field في الحالة هذه فلو حاولت انت تستخدم من الان هتلاقي انه الكمبيلر سيعطيك اللو arrow لانه variables not initialized لكن data field نتذكر انها بتاخد اللو default value حتى لو انت ما عملت الهاش initialization اذا java assigns no default value to local variables inside method زي الحال اللو احنا شفنا هنا طيب نتكلم عن اللو ايش الفرق ما بين اللو المهم و ال object type يعني من ناحية variables قلنا احنا لما كنا نعرف مثلا انتجار i داخل الميموري حين حيز لمكان هذا المكان حيرمز له بالرمز اللو هو الاسم المتغير i في الحالة هذه حيتعبى وحياخد قيمة اللو هو الواحد اللو كقيمة له الان بالنسبة لما يكون عندي circle اللو عبارة عن object طبعا حينوجد عندي هنا reference اللو اسم المتغير هذا حسم منها reference variable c حيكون الهيب منطقة الهيب في الميموري طبعا بعد ما نكون احنا اوجدنا عن طريق اللو ال new circle فاذا بنفهم الان بالشكل هذا c اللو reference variable بيكون موجود في داخل الميموري بيحتوي عادة اللو الادرس طبعا اللو ال object الموجود في داخل الهيب بناء الكلام هذا لو احنا حاول نراجع موضوع assignment assignment بالنسبة اللي بنت في data type لما نقول احنا مثلا i ده تساوي j عنا طبعا قيمة ال i ده تساوي 1 وقيمة j ده تساوي 2 فلو قيمة ال i ده تساوي j معناته القيمتين حصيروا متساويات بساوي عندي 2 هنا قيمة المتغير نفسه حصير عندي متساوية لكن في حالة الوبجيكت لو كان في عندي 2 object نفترض في عندي اللي هو c1 اللي هو عندي object من circle وعندي c2 بعض object من circle اولاني مع radius 5 الثاني مع radius 9 لو قلت له انا c1 ده تساوي c2 اللي حيصير عندي بالضبط انه انا اللي هو العنوان الموجود في c2 حيتخزن في c1 يعني باختصار انا هخلي كأنه c1 لما هتعامل معها كأنه بتعامل مع object اللي هو تبع c2 اللي هو موجود عندي هنا معناته هذا object مش هكدر انا اصل اللي هو object الاول يعني فكأنه الوصلة او الوصل بتنقطع زي ما احنا شايفين هنا فبصير c1 و c2 لو تكلم c1 بيكون بتعامل مع نفس object و c2 بتعامل مع مين مع نفس object طب هذا object اللي موجود عندي هنا بنكون احنا فقدنا في الحال هذه يعني لما يكون في عندي assignment من reference variable لreference variable انا كل اللي بعمله ان انا باطبع قيمة reference variable لكن ما بانسخش اللي هو محتوى الobject نفسه فمحتوى الobject نفسه في الحال هذه ما تمش اللي هو ينسخ وهنا احنا عملنا فقط عميتي هو تغيير اللي هو reference الموجود عندي طيب الان لما سي عندي الامر هذا زي ما قلنا في المثال السابق الobject اصبح اللي هو هذا اللي كان c1 بتعامل معه اصبح عندي ما بقداش اصاله موجود في داخل الداكرة لكن ما بقداش اتعامل معه لانه reference اللي 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 هو عبارة عن c1 اصبح reference لobject ثاني فما ما اقداش اتعامل معه في الحالة هادي هذا الobject بيسمي احنا not reference او not accessible فاللي بسيئ انه java virtual machine بتعمله عملية collection او بتاخد المساحة او بتلغي فلانه هذا في الحالة هادي احنا منسمي عبارة عن garbage يعني انه المساحة المحجوزة ايه في داخل الميمور بتاخد ها وممكن تستخدم ها لمتغيرات او لأوبجيكت تانية اذا طبعا نفس الفكرة زي ما احنا شايفين هنا ربما انفقد الابجيكت هذا لانه احنا وضعنا قيمة مختلفة او قيمة الادست كانت مختلفة ففقدنا الابجيكت هذا ممكن نعمل نفس الفكرة هدي لو انا قلت له سي واحد بده تساوي طبعا نال في الحالة هدي برضو الابجيكت هدا حيفقد حيصيل هو نط اكسيسابول او نط رفرانس فممكن انه هتتخلص منه لانه حيات عمل كمعامل الهوية القاربش اذا 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 هاي الفكرة لازم احنا ننتبه اذا هتتخلص من اوبجيكت بعد ما كنا استخدمته فقط بقى خلي رفرانس باري بالإله بيساوي نال فالجاب الفوتش الماشين بتمحي او تشيله من الذاكرة بهيك منكم احنا انهينا محاضراتنا اليوم ان شاء الله نشوفكم مع خير المرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضراتنا